خليني أخدكم في حاجة كده فيها بقى شوية فن على تاريخ على خليني أكلمكم عن الأفلام الوثائقية في ناس كتير تقولك إيه طيب هي الأفلام الوثائقية دي يعني الأفلام بتبقى إيه أهميتها؟ لا أهميتها كتيرة بلد زي مصر مثلاً أنت عندك حضارة وعندك تاريخ وعندك أزمنة كتيرة مرت عليك وعندك مواقف وعندك أزمات وعندك ثورات وعندك حاجات كتير لما أنت تفضل يعني عايش لما أنت تعمل توثيق بالصورة وبالكاميرا والصوت والتاريخ والمعلومات فأنت بتعمل توثيق لحقبة زمنية أو وقت معين زمني لثورة لموقف لظاهرة لأراء حقبة سياسية معينة لأراء كتير مختلفة ما يحدث في الشارع المصري وأيضاً للتاريخ يعني حضارة مصر والأثار الموجودة وممر عليها وأشياء كثيرة جداً فكل ده بيبقى مهم جداً أن أنت تعمله نوع من أنها على التوثيق المختلف إحنا كتير قوي كنا بنتفرج على أفلام وثائقية في محطات كتير وكتير حضاراتكم كمواطنين تقولوا معقولة ده ما بيحصلش عندنا الناس دي جايبك كلام ده منين وإيه اللي بيحصلش معنا مصر المصر يعني مادة جاذبة جداً بكل ما فيها من أشياء خليني كده أخدكم وأقولكم أنه أوريكم كده برومو برومو ده لقناة مهمة جداً هتنطلق بإذن الله يوم الأحد المقبل الوثائقية الجديدة وبتستعد فيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاقها يوم الحد 19 فبراير وده حيكون الساعة الثامنة القناة الوثائقية دي اللي احنا بنتكلم عليها حيكون فيها تدقيق النظر في كل الأوراق والملفات والتحقيقات وأوراق التاريخ بالإضافة إلى عرض تسجيلات نادرة لم تخرج بعد إلى النور وده حيكون كمان مش بس هتقتصر على ده لكن حيكون أنت عندك الفرصة أن أنت تتفرق يعني تشوف العالم بعنيك تشوف التاريخ تشوف الحقائق تشوف الأراء من غير ما تسافر يعني أنت كل الشهادات هتجيلك من قلب الحدث من أماكن كثيرة جدا ومن على أصحاب ألسنة أصحابها فأنت طول الوقت هتسمع الحكايات من الأماكن بتاعتها ومن أصحابها وحتتعرف على كل شيء خلينا كده نتعرف على هذا المشروع وعن قرب من المخرج والأستاذ شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية ويعرفنا على مزيد من التفاصيل مساء الخير أستاذ شريف مساء الخير أنا مبسوط أن أنا معكو على أولا مبروك مقدما ومبروك أن احنا يعني حنشوف بقى أفلام وثائقية مصرية تحت مصرية دي كذا خط ونعرف منها التاريخ بدل ما بناخده من قنوات أخرى مبدايا الله يبارك فيكي مبروك علينا جميعا ونتمنى إن شاء الله أن هي تكون بإذن الله بإذن الله بنبدو القصارة جهدنا أنها تبقى تجربة محترمة وبداية ترسيخ لوجود الإعلام المصري في هذا الحقل من خلال أول قناة مصرية وثائقية مصر عمرها أبدا ولا كوادرها الفنية كانوا بعاد عن هذا المجال مصر رسخة في المجال ده من بدايات القرن العشرين بس ما كانش فيه قناة متخصصة في الاصطناع الوثائقية كان الانتاج بشكل عام بشكل منفرد كان القنوات الأخرى في الإقليم اللي أسست قنوات وثائقية كان جل إنتاجها عن طريق كوادر مصرية صحيح وقايمة في الأساس على الحكايات المصرية صحيح فبداية الحلم ده كان فبراير 2018 كنت أنا وصديقي العزيز الإعلامي أحمد الدريني اللي هو حالين رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة لما حلمنا كده بالمشروع ده وأسسنا وحدة الأسلام الوثائقية من 2018 تمام وابتدنا فردين بس ومع من 2018 لغاية دلوقتي ابتدى التجربة تكبر شوية شوية وعدد الأسلام يزيد والحمد لله التجارب كلها يعني حاضب بإشادات واسعة سواء من المتخصصين أو غير المتخصصين من الجمهور العادي أو في الصحافة ومختلف وسائل الإعلام وتعدنا الخمسين فيلم وثائقي كمام أنا عايز أعرف فدل رسائة الشركة المتحدة بعد كده توسيع التجربة وإننا نتحول من وحدة الأفيلم الوثائقية لقناة الوثائقية وده كده يعني باختصار اللي حصل على مدار الفترة اللي فاتت وكان همنا الأول من أول ما ابتدنا المشروع ده من 2018 إن قال لا نترك الرواية المصرية للآخرين صحيح وقال لا نترك تاريخنا نهبا خصوصا في معركة الوعي تمام إحنا الأجيال الجديدة وأطفالنا حتى المراهقين واللي في أول مطلع الشباب مطرقين للمنصات صحيح مختلف المنصات ويعني حضرتك عارفة ده السم في العسل طبعا عشان كده بيصدروا لنا تاريخ غير التاريخ طبعا وبعدين أنت كمان يعني إحنا كشعب مصري عندنا هذه الحضارة والتاريخ والحقب الزمنية المختلفة يعني كمان يعني إحنا لنا الحق أن نحكم على يعني ما دار على أرض مصر من وجهة نظر مصرية ومن مواقف مصرية يعني ما يكونش عندنا حد بيروي حكايتنا وكمان يضع وجهة نظره ما هو عارفة دايما إيه أن جوبلز وزير إعلام النازي يقولك اجدب ثم اجدب ثم اجدب لغاية لما حتلاقي حد يصدقك صحيح اللي هو من كتر متعود على كده طيب أنا عايزة يعني أبسط دلوقتي المشاهد اللي بتفرج دلوقتي على حضرتك وبيسمع رئيس القناة وهو بيتحدث أنا دلوقتي مواطن مشاهد تمام أنا أنت كده قولي أنا هتفرج على إيه أو هتقدم لي إيه طول اليوم هشوف إيه طيب مبدئيا لما كثيرين يعني بيسمعوا كلمة فيلم وثائقي بيخيل إليهم أن الفيلم الوثائقي ده فيلم تاريخي طبعا التاريخ رافض من روافض الانتاج الوثائقي لكن ليس كل الروافض بمعنى الفيلم الوثائقي مشتبك معه الموضوعات التاريخية الموضوعات الفنية العلم الرياضة كل مختلف المجالات صحيح طيب إحنا هلحظم إن شاء الله للمشاهد المصري والعربي جرع متنوعة من أسلام تاريخية ورياضية وفنية وعلمية سواء سواء منتجة في الداخل تمام أو مستحوذ عليها من بيوتات الإنتاج العالمية في هذه الصناعة يعني كمان جايبين أسلام وثلاس الوثائقية من مختلف أنحاء العالم من النمسا من سويسرا من بيرو من المملكة المتحدة يعني مثلا أنا كمشاهد مثلا هتفرج مثلا تاني على الحرب العالمية الأولى والتانية بشكل أو بآخر أنا هشوف ثورات مختلفة هشوف تقييم وقراء شهادات مختلفة يعني هشوف أشياء مختلفة بصد من أول من أول شخصيات أسلام وثائقية عن شخصياتنا المصرية نجيب الرحاني يوسف إدريس الأستاذ محمد حسنين هيكل لا أنت عندك أنت تقوم تعمل قنوات على كل أصلا أصلا كل اللي كان بيشتغل بيشتغل علينا أحنا أحنا أن الأولى نشتغل على نفسنا بالزبط بالزبط يعني لا وتعيد لأصحابها حقهم في أشياء كثيرة من الحرب العالمية الثانية وهتلر كما لم تشاهده من قبل وصعود الحزب النازي والحرب الأمريكية في بيتنام وأمريكان براين تايم وصديف الدب وأفلام عن الطبيعة وأفلام عن الغابات كل ما تتحكي هناك أيضا نقطة لأننا كمان أعتقد بشوف أننا أستاذ شريف إحنا جيل كمان أو مواطن دلوقتي يعني جيل بيرى الحقائق يعني يشهدها زي ما شهدنا جميعا ثورة 30-6 وشوفنا ما حدث وكمان بنشوف الأحداث بعد كده يعني مسلسل زي الإختيار أعتقد في نسخته الأخيرة في رمضان الماضي كان فيه شكل ما بين الدراما والتوثيق فأعتقد الحلقة الأخيرة من الحلقة التلقية بالزبط يعني الحلقة الأخيرة أعتقد أنها ممكن تبقى موجودة عندك دي إنتاجكو أكيد أيها دي إنتاج نور كنت مخرج الحلقة كمان طيب يعني ده كمان هيخليني أقول أنه حضرتك تتحدث عن الجيل اللي موجود اللي بيتم برضو عرض أشياء كتيرة على فكرة مش بس في أفلام وثائقية في منصات بتعرض أفلام عادية أفلام روئية ولكن بتبص يعني فيه كده داخل الأفلام قصص وحاجات عن تاريخنا وعن حضارتنا من وجهة نظرهم فهنا هيكون عندك رد عندك عين بتتابع كمان ما يحدث على الهوى من أشياء جزء دايما من شغل أي قناة هو مشاهدة القنوات الأخرى الممثلة أو المنصات وبتعمل لها تحليل مضمون تمام لازم تعرفي الأخرين بيقدموا إيه تمام وعايزين يقولوا إيه وانت عايزة تقولي إيه وهم بيقولوا عنك إيه وانت عايزة تقولي عنهم إيه صحيح لأن في النهاية الفيلم الوثائقي كقالب فني هو ذراع من أدرع القوى النعمة تمام هل هيكون فيه أفلام بقى عن ما حدث من إرهاب سواء في مصر أو في العالم العربي أو في العالم بشكل عام تحليل أراء شغلات حاوليك مثلا نحن النهاردة أفتحنا عن قطعة من قطعنا اللي ستظهر في اليوم الأول وهو الحوار مع أمير حدود داعش تمام ما تسميه بتنظيم الدولة تمام حوار من ثلاث أجزاء حوار أجريماء عبر صديقي أحمد الدريني مع ساهم الأسود أو هيسم عبد الحميد أو رشيد المصري كلها أسامي مختلفة لشخص واحد بعد وقوع قبضة السلطات المصرية تم إجراء هذا الحوار الحصري معا ده حوار ملي فده اللي حيبقى موجود في يوم افتتاح القناة هذا الحوار الحصري إن شاء الله يوم الحد الساعة 9 مساء الحد الساعة 9 مساء حتكون الحقيقة بعيون مصرية فأنا يعني بشكرك وأتمنى لك التوفيق وحنيجي نزورك برضه كده ونسوف القناة وننقلها للمشاهدين الفيديوات مصري شرفنا أكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا وأن أتمنى التوفيق والتوفيق في نفس الوقت المخرج شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية التي ستنطلق بإذن الله يوم الأحد المقبل في الساعة الثامنة مساء 19 فبراير وهي يعني أحدث قناة بتنطلق من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي فكرة التنوير فكرة أن أنا أحافظ على الوعي فكرة أن أنا أبقى عارف إلي بيحصل أو إلي حصل في بلدنا وعلى أرضنا ومن ناسنا وأحداثنا ووجهة النظر المصرية لأنه كمان وجهة النظر المصرية دايما مرتبطة بأشياء كثيرة جدا مرتبطة بنظرة عامة على ما يحدث في العالم ما يحدث في المنطقة العربية ونظرة أيضا موضوعية لأنه مصر في وضعها السياسي ووضعها الاجتماعي ووضعها بشكل عام في العالم تنظر إلى الإشياء بشكل وسطي جميل معدهش مشاكل مع حد فبالتالي دايما هتلاقي وجهة نظرها صحيحة صادقة مية في المية أتمنى إن شاء الله تكون قناة ممتعة وزي ما قال رئيس القناة مش بس هيبقى فيها تاريخ وسياسة هيبقى فيها حاجات لطيفة وحاجات اجتماعية وتشوفوا بقى حاجات عن الأدباء بتوعنا وفناننا ورمزنا وحاجات كده لطيفة وتستمتعوا إن شاء الله وأنا متأكدة أنها هتكون قناة ممتعة ترجمة نانسي قنقر